خلينا نتكلم عن بطولة الدوري والجدول بتاعها الأهلي في المركز الأول 11 مباراة 11 فوز و33 نقطة المقاولين في المركز الثاني 12 مباراة 9 فوز 2 تعادل و2 خسارة 29 نقطة والزمالك في المركز الثالث دلوقتي 24 نقطة من 12 مباراة والاتحاد السكندري في المركز الرابع زي محركوا شايفين لعب 12 مباراة فاس 6 وتعادل 3 وخسر 3 بتالي عنده 21 نقطة في المركز الخامس يعني بالمناسبة كلهم أسماء كبيرة وأسماء طبعا محترمة طبقة المنافسة موجودة لكن الواضح حتى الآن أن النادي الأهلي ماشي بالخطة السابقة والمميزة جدا نحو الفوز والحفاظ على بطولة الدوري هذا الموسم بإذن الله تعالى أنا أتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي بالمناسبة النهاردة في مطشين في بطولة الدوري استكمالا للأسبوع على 13 من هذه البطولة المصري البورسعيدي مع أسوان ده الساعة 5 ابتدى خلاص أقولوا لي النتيجة يا جماعة لو عارفنا ومباراة هتكون ساعة 7.5 قوية جدا ما بين الاتحاد السكندري وبيراميد الاتحاد السكندري اللي هو صاحب المركز الرابع وبيراميد صاحب المركز الخامس بالتالي الموبرات دي هتكون قوية ومميزة جدا بالنسبة لهذه الموبرات أسوان متقدم 1-0 على المصري البورسعيدي في الديئة 17 ومباراة واضحة أيضا أنها قوية بخلاف المباراة لها تكون بلين مبين براميد الاتحاد السكندري